جويل أبي راشد موجودة معنا اليوم مسؤولة عن أخوية فرسان العدرة بي بعبدة جينيفر الحلو كمان موجودة معنا مسؤولة عن أخوية طلاقع العدرة بي بعبدة وموضوعنا رح يكون إيفنت جديد حدث جديد ببلدية بعبدة لحتى يكونوا الأهل عم يلتقوا والصغار والكبار عم يتشاركوا مونجور خلينا نتعرف بالأول على الفرسان كثير من الناس يعرفوا شو يعني فرسان العدرة شو يعني طلاقع العدرة وكثير من الناس يعرفوا فعلا شو بتعملوا مع الشباب والصبايا الصغار فرسان العدرة هي أخوية جميعا إذا بديك نحن نجتمع بالرعية كل نهار سبت نبدأ من عمره الخمس سنين لحدية 13 سنة نعمل اجتماعات مواضعة بتختلف روحية ترفيهية اجتماعية وثقفية بذات الوقت من وقت للتاني منعمل إيامات بيكون على نطاق بس الرعية إيامات منطلع عن نطاق الرعية ومندع عليها العالم كله الطلاقع بيكونوا كبروا بيكونوا مرأة فرسان أو مش ضرورة هلأ مش ضرورة بس مهم اللي يكونوا عمروا بين 14 و 18 سنة زيت الكونسابت اللي بيصير بالفرسان هو زيته بيصير للطلاقع بس أكيد العمر أكبر المواضيع بتختلف أو على حليل مقاربة المواضيع بتكون كمان مختلفة تجتمعوا كل أسبوع؟ مئة بالمئة تجتمعوا كل أسبوع هو عدتا بيكون نهار السبت لساعة ونص من الوقت سوا فرسان وطلاقه أدي في تجاوب من الشبيبين؟ هلأ في تجاوب من الشبيبين ونحن اللي لازم نعمله أنه نجذبون أكتر صوب هيدا الجامعة لأنه نلاقي صعوبة أصلا بهذا الفترة الشباب وصبايا شوي أكتر صوب الآيباد وطابلات وهو الإخبار لهذا السبب نشتغل نحن نعمل الأفور شوي زيت كرمال نقدر نجذبون صوب هيدا الجامعة عم نشوف بعض الصور من النشاطات والاجتماعات التي تعملونها عادة كمان أدي جوال مهم النشاط الترفيهي؟ يعني طبعا البداية بدأ تكون مع المواضيع الروحية أو المواضيع الاجتماعية بس النشاط الترفيهي قديمهم غير أنه يعني بيطلع مصاري وريعوا بيروح لكل الأعمال المهمة يلي ضروري أنه تعملوها المساعدات يلي بتعملوها وحتى شغلكم العادي واليومي ولكن كمان اللقاء قديمهم النشاط الترفيهي كتير مهم لأنه هيك من طال العدد الأكبر من العالم إذا كان من غير دين إذا كان من غير بيئة يمكن بيطل العدد الأكبر من الناس وبذات الوقت الولد عم بحكي أنتانك فرسان وأنتانك طلاقة كمان الولد أو الأدوليسان بحاجة لا يعمل لفه الماء من وقت للتاني مش دايما يكون يعدوا عم يسمع أشياء يمكن بس من خلال هذا النشاط الترفيهي دايما بيكون فيه رسالة منوصلها إن كان روحيا إن كان اجتماعي الشباب كمان بحاجة اللي يكونوا عم يسبتوا حالهم إنه قادرين يعملوا إيفنت من هالنوع يعني كمان طبعا الكل بيكونوا مشاركين وعم يشتغلوا صح مظبوط دور التلائع مع بجانب الفرسان دور كتير أساسي بنهاية إنه كمان بيحصوا حالهم مسؤولين عن هيدا الجماعة لأنه هنا بيوم الأيام كانوا محلن واليوم هنا بيحصوا إنه لا نحنا لازم ندعمهم أكتر لازم نوقف حدهم خبرينا هلأ عن الإيفنت اللي آدم الإيفنت اللي عاملنا نحنا رح بيكون في غديب شهر عم بيغنى أين تا أول شي رح هو بديزويت هيدا الشهر 18 شهر مزبوط بالمسرح السجلس برازيليا بعبدا رح بيكون في غديب شهر عم بيغنى والكريزي ساين شو مع أليمتري مثل ما كان على أم تي في حينتهي إلى المسرح مثل ما قلت لك حيكون كتير مميز وراح يجذب كل الأعمار اللي صغار والكبار حيقضوا على الجد وقت كتير مهدوم غديب شهر طبعا ميغنى كل الألوان وإليمتري بيجذب كل الناس ومثل ما كنت عم تقولي جوال حتى يعني بي الإيفنت ضروري يكون فيه ميسج علمي روحي ثقافي وبدأ زيد شوي أنه رح يكون فيه لفت العيد للأم لأنه رح نكون كتير قراب لعيد الأم فرح يكون فيه سوربريز لكل الأمات كرمال هيكي تاعوا دخول رمزي 100% 5000 ليرة وصفو ولكن عادة تقدروا تكونوا يعني عندكم مجموعة كبيرة من الناس يكونوا من مايلي يشجعوكم من مايلي عام بمضوا وقت حلو وريع هل إيفنت لمن بروح رح يروح لنشاطات هيدا الأخوية لنشاطات الترفيهية وحتى نشاطات الاجتماعية لأنه مش عطونا نشاطاتنا تكون بس لأنا ولكن نحن نخرج نحن نطاق ومروح على نطاق الضيعة كلها قدي علاقة الفرسان والطلاقع مع الضيعة ككل أو مع المنطقة ككل ونحن صارنا زمان بالضيعة يعني إذا بتلاحظ أهل الضيعة حتى بيوم من الأيام كانوا بالفرسان وبالطلاقة فالشيء الكتير حلو عم بصير أنه نحن يمكن عم نهتم بولادي اللي هتموا فينا وهيدا الترانسميسيون من جيل لجيل أكيد بتخلي العلاقة تكون قوية أكتر بيننا وبين أهل الرعية وبذلك الوقت بس يشوفونا دايما بس نروح نزورهم بس على كريسمس نعمل نشاطات تجزو بكبار وصغار هيدا الشيء أكيد بخلينا نكون مثل لزيد شوية جو وحياة على الضيعة أقدي هالاجتماعات بتأثر على حياة الشباب والصبايا الاجتماعية يعني فيها الساعة ونص بس بعدين فيه كل الأسبوع يعني عم يعيشوا بغير مطارح وبغير أماكن مش هالقد أماكن محمية أقدي بتحسي أنه أنتوا كنتوا عم تستفيدوا واليوم الشباب والصبايا عم يستفيدوا لا ينطلقوا لبرة أكيد هالاجتماعات كتير أساسية بشوفها بحياته لهذا المراغق اليوم لأنه عم بيشتغل على كذا نطاق يعني نحن بنعطي اجتماعات يمكن روحية تتقوي روحيا ولكن كمان فيه اجتماعات كرمال كيف يتصرف بالمجتمع كرمال تقوى شخصيت وحتى منشوف هاد الشي وقتها يطلعوا مثلا قنات أو خلوات مع غير فروح منشوف قدي هو عن جد قدر يزبط حال وقدي عم بيقدر يفوت عم بيعمل كومنيكاسون مع غيره عم بيقدر يبدأ رأيه عم بيطلع منه أساس أنضج ممكن هم عارف أنه بيقدر يعمل جويل على أي أساس بنعطى الموضوع الموضوع يعني نحن نحضر الموضوع أول شي منعمل مثل تجذب الولاد بس يصيروا معنا الولاد انطلاقا من هون نبلش نوصلهم المساج وراء التاني هلأ نحن يمكن المميز شوي عنا طريقة طرح المواضيع اليوم كتير صعب تجذب انتباه الولاد لأنه في عندهم كتير إشيات يعملوها بهذه الساعة ونص من الوقت يمكن ما بدون يدوعوا وقت قدام حدا نقعدوا يحكي كل الوقت نحن نعتمد على فكرة أنه نجذبهم بالأول بتنترح بطريقة كتير مهضومة يمكن من خلال لا بقدر وصل المساج وانطلاقا من هون هؤلو الولاد بدأ بليش حضرهم نحن بقلب الفرسين حتى مقصمين جروبيت لأنه ما رح يتفقوا من الخمسة إلى تتعاش سواء كل جروب بيشتغل على النقطة الحساسة أكتر شي عند الولاد اللي بتخليها تجذبوا ومثل ما قالت جاني نحن من بلش نشتغل على الكاتر نيفو من هنا وصغار من نشتغل عليهم لحد ما يطلعوا ويكبروا بيكونوا أخذوا الباز بالفرسين ويكملوها بالطلاقع على نطاق أنضج إذا حكينا عن الطلاقع بعمر المراهقة بعض أصعب أكامل أنه تجذبهم حتى لو كان عندهم الـ background في كتير أشياء هلأ حوالينا بتلهي في كتير تجذبنا أكتر مزبوط أنا باللعب دور رفقتهم قبل ما أكون مسؤولة عنهم وبجريب من هون لترانز نفوت منهم نطلق على النساج الذي أريد أن وصله كل شيء يمكن يجذبون كل شيء يحبون منهم نحن منبلش لأوصل أنا لما ترح ما أريد أن وصلنا نرجع نذكر بالإيفنت سيكون 18 شهر هل الدعوة للكل كل اللي بيحب يكون معنا ويشارك معنا غدي بشارة أكيد لنا ريبرتوار طبعه منوعة دونك أديم جديد عدة لغات يلفيذ الكل وكريزي ساينس شو بعتقد ما في لزوم نحكي عنه لأنه اليمتري حدا كتير مهضوم رح يشارك معه الصغار والكبار دونك الكل رح يتسلى أكيد مع بالإضافة للفتة العيد لهم جينيفر سؤال أخير قدي شباب والصبايا شاركوا بهال إيفنت أو عم بيشاركوا هلأ كمان لحتى لي توصلوا بـ 18 شهر تكونوا جاهزين أكيد الشباب والصبايا كتير عم بيشتغلوا من قلبهم وعنجد بحماس كتير كبير قريدي أنا سريح نصف تيكت فهنا كتير بإندفاع بروح بحط الفلايرز ببيعوا تيكت فعنجد ولوجودكم كمان ولوجودكم معنا ونجح منتبع لايف خليكن معنا شكرا